السلام عليكم. معكم محمد وسامي على قناتكم. خليك الاول. ازاي نترجم? انا عارف ان هي اطلبت مننا الحلقة دية. وانا زي ما وعدتكم في كمان ان احنا هنشتغل مع بعض الترجمة بطريقة سهلة وبسيطة. هناخد نهاردة الترجمة مع بعض ازاي تترجم في عشر خطوات بس. ايه ده هي الترجمة سهلة جدا? اسهل سؤال هيبقى عندك في الامتحان. سؤال الترجمة. بس بشرطين. اول شرط امشي على اللي احنا هنقولها مع بعض النهاردة. او الخطوات اللي احنا هنمشيها مع بعض. تاني شرطه ده قد مهم جدا زي ما اتفقنا مع بعض اي كلمة قابلك ضروري. انك تحفظها. وكمان علشان سؤال تجي نبدأ مع بعض. علشان نبدأ نترجم مع بعض. هنبدأ نتفق على حاجات مهمة جدا. زي ما قلنا احنا هنتكلم في عشر خطوات. العشر خطوات دول هما الاساس بتاعك اللي انت هتبدأ تشتغل معهم. طيب مشكلتي في ايه? مشكلتي اول حاجة ان انت لازم تبقى عارف كويس اوي. الجملة هتبدأ عربي ولا هتبدأ انجليزي هبدأها بايه? يعني ايه هبدأها بايه ممكن تسهل على نفس شوية. طيب بصة سيدي. هنكتب في الورقة الصغيرة الفاضية ديت وكل حاجة هكتبها لك. حاول انك تكتبها معي بالزبط. تعالى ننتفق الاول ان الجملة في الانجليزي لازم تبدأ بسبجكت وبعدين. ادي اول حاجة بالنسبالي. يعني ايه سبجكت? سبجكت دوت الشباب زي ما انت شايف كده معناها فاعل. ويعني ايه فيرب يا بنات? طبعا معروفة ديت معناها فاعل. ادي اول اساس بتاعي. يبقى اول حاجة ان بداية الجملة بتاعتي بالانجليزي بتبدأ بالسبجكت. حلو اوي. والفيرب اللي هو الفعل. ده اول اساس? اه ده اول اساس طب ما انعارفه ده? ايو ما انا عارف انك عرفه. ما انا بأكده لك وزي ما قلت احنا بنتدرب مع بعض. طيب احل احاف ازاي? طبعا احنا قلنا اول حاجة ان هو تلازم حضرتك او حضرتك تحددولي اركان الجملة. يعني ايه اركان الجملة? يعني تبقى عارف فين السبجكت وتبقى عارف فين ال�فيرب وتبقى عارف الابجيكت يعني object الobject اللي هو المفعول طب وده هيفرق معي مستر هيفرق معيك ان انا لما اجي اقول لك ترجم من انجليزي العربي لازم تبقى عارف انت هتبدأ بيه ولما اجي اقول لك ترجم من عربي الانجليزي لازم تبقى عارف هتبدأ بيه يبقى اول حاجة بالنسبالي لازم ابقى عارف أركان الجملة دية يا شباب اللي هي اسمها بالانجليزي Parts of speech Parts of speech اللي هي أجزاء أو أركان الكلام حلو خلاص متفقين على اول حاجة سهلة خلي بالك بقى تاني حاجة هي زي ما هي قدام حضرتك هنا بقولك في الجملة الانجليزي هبدأ بالفاعل والعكس يعني ايه والعكس احفظ بس معي وكل حاجة اقول هالك هنجيبها بالexamples مع بعض لما اجي اقولك ان في الانجليزي لازم تبدأ لي بالفاعل يبقى لازم تبدأ الجملة بالsubject والعكس العكس يعني في العربي هتبدأ بالverb يبقى كلمة العكس ديت يعني العربي نبدأ بالفعل يبقى في الجملة العربي نبدأ بيا شباب ابدأ بالفعل لكن في الانجليزي بابدأ بالsubject طب ترجيم لي الجملة دي طيب نترجم الجملة انا هنا بقولك تشاهد سهة تلفاز طبعا اوعى بص خلي بالك انا هبدأ لك بجملة بسيطة علشان ده اللي هنشتغل عليه تشاهد دي verb حلو قوي وصهة ديت السبجكت بتاعي والتلفاز ده الobject يبقى اول حاجة انا لازم مستر هو مش هيجيلي تشاهد سهة تلفاز وبعدين انا ليه هنا ما قلتش تلفزيوني كويس قوي ان اخذت بالك ان ليه ما قلتش تلفزيوني هقول لك يا سيدي على السريع كده هقول لك لما يكون عندك كلمة انا بقع لب العربي على قد مقدر يعني ايه ماينفعش اقول تلفزيوني لانا لو اجلي تي في ماينفعش اقول التلفزيوني اعلا بالعربي لازم اقولها التلفاز لو قال لي داكتور ماينفعش اقولها الدكتور لكن اقولها الطبيب اعلا بالعربي خلي لفل بتاعك لفل الوحش هلس كده طيب تعال نبدأ نترجم تشاهد سهة التلفاز مستر انت هنا قلتلي ان انا لازم ابدأ بالسوبجيكت حلوة قوي انك معايا فين السوبجيكت بتاعك سهة حلو يبقى سهة تشاهد تشاهد ده ماضي ولا مضارع اكسلان مضارع وبعد كده كمل التلفاز بتاعي اللي هو التي في بصوا هنا انا بدأت بايه بدأت بالسوبجيكت وبعدين اشتغلت بالفرب وبعد كده جبت الوبجيكت بتاعي كل اللي انا بكتبه اكتبه معايا انا بقود بالراحة عشان معدلكش عشان ما تطلقبطش يبقى خلاص يبقى انا كده عرفت وبعدين عرفت ان انا لازم ابدأ بالسوبجيكت تمام لما هعكس يعني لما هبدأ اترجم من عرب الانجليزي هبدأ بالفرب كويس اوي تالت حاجة وده يببت لغبطنا كتير جدا 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 زمن الجملة لازم اعرفها دايما في الغالب يا ولاد زمن الجملة بيتقسم للتلات حاجات في الغالب هم الاساسيين لماضي ومضارع ومستقبل ده خلي بالك ماضي ومضارع ومستقبل لو هيفرق معي يعني انا في الجملة اللي فوق ما ينفعش تقول لي ما ينفعش تبقى تشاهد سوها التلفاز تم تقيل لي ما ينفعش تقول لي طب ليه مستر ما ينفعش علشان انا لازم احافظ على الزمن بتاعي خلاص عينك معي وركز على الزمن طيب يبقى هنا لازم تالت حاجة لازم احدد الزمن بص الجملة ترجم يا سيدي انا ببدأ لك بجملة بسيطة الفكرة مش ان احنا دلوقتي نستعرض مع بعض بكلمات كبيرة ما تقلعش في اخر الفيديو هعلى بالليبل بس احنا بنتعلم مع محارة الاساسياء ايونتو زاكلة قلني هناكوات لما يجي ترجم من انجليزي لعربي هبدأ بالفعل اكسلان فين الفعل بتاعك وانت حلو قوي قبل ما بتحل لازم تشوف الزمن اللي قدامك وانت دوت زمنه ماضي يبقى ذهبتو الى النادي مستر فين اي خلاص بقى ما انت عارف ان ذهبت التق دي التق الفعل ضمير مستتر يعود عليك ايه ده ما احنا نعرف بالنحوي اه هتعرف بالنحوي وانت اشتر مني اكيد في النحوي وبالمناسبة هسيب لكم لينك في في الدسكريبشن بوكس لينك ترجمة كده هو كان معي فيه مستر اشرف محمد ودرس خبير اللغة العربية تحديدا يعني كنا شغالين مع بعض فيديو ترجمة هيعجبكم جدا بس تشوفوا الاساسيات دي الاول وبعدين يبقى اشوف اللينك اللي في الفيديو يبقى هنا انا بحدد بحدد الفعل يبقى دواب بالنسبة لي ذهب او ذهبته الى النادي طيب برضو عينك على الزمن يبقى دواب فيوتر طب دي اعترجمها ازاي هقولك بسرعة هقولها لك بعد شوية شايف تترجم س ساذهبو يبقى تترجم س س خلي بالك ولت ترجم ساعي I have gone to the club I have gone to the club I have gone دي بقى ليه هلعب معانا بعد شوية I have gone to the club طبعا دواب بالنسبة لي مضارع تان ضروري يا ولاد نراجع على الزمنة والتكونات بتاعتها لان هي مهمة قوي يبقى انا عرفت كمان كده حددت زمن الجملة ركز بقى في شويتين دول معايا احنا هنلعب لعبة لقد ايه لقد بييجي كتير في الترجمة لقد او قد طب ايه اللعبة في كده او ايه الصعوبة في كده بص يا سيدي لقد او قد عيني دايما على حكتين عينك دايما في قد او لقد على الفعل اللي وراها اللي بالعربي واخر الجملة مش فاهم تعالوا انا اقول لك بص يا ستي انا هنا لو جيت قلتلك في واحد ركز بقى معايا لقد فرج على الفيديو مرة واحدة وبعدين يعيده وسجل براحتك افهم التوتل مرة واحدة لقد ممكن يجي بعدها فعل مواجه لقد لعبة لقد اكلة لقد فازة لقد احرزت لقد حققت مش دي المهم المهم التاعي بص وجالك كلمة دلة معاها عن الماضي يعني ايه كلمة دلة يعني جالي yesterday last ago in the past in واي سنة قديمة once دي الكلمات الدلة على الماضي اعمل ايه زمن الجملة ده لازم يكون ماضي بسيط يعني الفعل بتاع حضرتك لازم يكون تصريف تاني يبقى خلي بالك لقد فعل ماضي كمل زائد كل مدلة على last simple في الحالة دي لازم اكون فعل ماضي مثال عيني الاتنين اهو يا سيدي لقد قابلته اهو هتساركن معايا كده صاحب المصنع الجمعة اهيه الماضية تعالا نشوف ال parts بتاعتنا او الاجزاء بتاعتنا لقد جيب عديها فعل ماضي صح او يا مستر صح كمل قال لي الجمعة الماضية يعني يا ولاد جاب لي كلمة ده اللي عن الماضي يبقى الفعل بتاع اللي هو قابلت ده لازم يكون تصريف تاني طب قابلت يعني ايه قابلت يقابل ميت مش لحمها يبقى ميت يبقى الماضي بتاعها excellent يبقى طب تعالا نبدأ برضو انا لازم ابدأ بمين بالفاعل من اللي قابل لقد قابلته يبقى انا يبقى اي ميت ده فاكتوري اونا يعني ايه فاكتوري اونا صاحب المصنع وكلمة اونا دي تنعرف انك حافظها لان هي عندك في الكلمات وخلي بالك لازم تحط last friday بص الفيرب جالك هنا ايه جالي ميت عشان عشان انا هنا عندي فعل ماضي وكمان عندي كلمة دلة عن الماضي تمام يا مستر طيب ممكن يقول لي ايه كمان ممكن يقول لك يا سيدي لقد يجي بعديها برضو فعل ماضي يعني برضو لقد قابلت لقد لعت لقد اي حاجة في الماضي بدون ركز لي بقى في دي الله يبارك لك بدون كلمة دلة عن الماضي ايه اللي هيحصل لازم زمن الجملة يكون مضارعة تام يعني مضارعة تام يعني subject have او has وبعد كده الفرد بتاعي لازم يكون pass participle تصريف التالت ودي مهمة اوي بالنسبة لي لا يبقى انت عندك قد ولا قد تيجي حاجتين فعل ماضي فعل ماضي بس معايا كلمة دلة عن الماضي وبدون كلمة دلة عن الماضي جملة يا مستر اهو لقد تطورت الصناعة بشكل كبير اوبا الليف العمالي يعلمني ركز معايا لقد تطورت الصناعة بشكل كبير طيب انا هنا عندي مين عندي لقد جي وراها فعل في الماضي كمل كده عندي كلمة دلة عن الماضي ما عنديش حل يبقى ركز معايا طالما ما عندكش يبقى subject وبعدين have او has وبعدها الverb لازم يكون تصريف تالت مستر انا مش عارف كلمة الصناعة ما احنا بنحفظ اهو طب يا مستر بشكل كبير دي اترجمها ازاي huge big لا 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 بص يا سيدي هعلمك كده حاجة عالسريعة علمني يا مستر عندنا حاجة في الترجمة ياولاد اسمها translation by brafries نعم ايه ملوك كسد بص يا سيدي translation by brafries ديت معناها بنات ترجمة بالشرح يعني فيه كلمة قدامي انا مش عارف معناها مش عارف يعنيه بشكل كبير افصص الكلمة اطلع منها معنى اشرح الكلمة ايه دا ينفع اه مش عارف ممكن اقول بشكل كبير دي يعني بطريقة كبيرة اه ممكن اقولها بطريقة عظيمة اه ايه دا ممكن اقولها great way اه ممكن جدا طب ممكن اقولها greatly او ممكن اقولها greatly دا اسمه الترجمة بالشرح يوم ما تتزنق في كلمة وده هيحصل كتير ما تقلعش اعمل اللي بقوله translation by brafries ترجم عن طريق شرح الكلمة طب تعالوا نشوف الكملة industry has مستر انت ليه بدأت بindustry ما بدأتش بتطورت خلاص بقى انا متأكد انك عرفت ان انا لازم ابدأ بالsubject طب مين الفاعل اللي انا بتكلم عنه رجالك ايو انا بتكلم عن الصناعة حضرتك لازم تعرف ان كلمة industry هي معناها الصناعة طب ليه قلت هنا has default خلاص انت عرفت ان انا هنا عندي لقب فعل ماضي بدون كلمة دلة يبقى في الحالة دي تلازم اخليها has baby طب ليه مستر الصناعة خدت has لان هي it مفرد وطبعا قلنا greatly diet معناها بشكل عظيم او ممكن تقول على فكرة in a great way يعني in a great way بشكل كبير تعال بقى نشوف عندنا ايه تاني كمان في لقد نستر علاقات كتيرة لا خلاص هي دي اخر واحدة طيب انا هنا بقول لك لقد هيجي بعديها فعلا مضارع يبقى لقد يا شباب هيجي بعديها فعلا مضارع قد يأكل قد يلعب قد ينام قد واي حاجة في الحالة دي رجالة وفي الحالة دي طبعا يا بنات هنترجمها في الحالة دي اتني والفعل هيجي وراها مصدر تحس ان الكلام منطقي ما هو قد يلعب يعني ربما perfect انا عايزك تجيبها كده تعال نشوف جملة تعال نشوف جملة قد يصل تون الى القاهرة الاسبوع القادم واحدة واحدة تعندك هنا مين عندي قد وجيب عديها فعلا مضارع حلوة اوي طيب هر نبدأ بمين خلاص احنا عرفنا هترجم من العرب الانجليزي يبقى هبدأ بال السبجكت السبجكت بتاع اللي هو يبقى طبعا الاسبوع القادم اللي هو كده دي اهم الاساسيات مبدئيا طبعا معانا دلوقتي طيب عندنا ايه تاني اقولك يا سيدي عندنا ايه تاني تعال نترجم دي لقد اصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب آلي سامحوني طبعا لو انا قريت عربي غلط الانجليزي ان شاء الله مش هيتقال غلط العربي ورد اكون نصبت رفعت طريقة عملت اي حاجة غلط يعني مستر كلمة اقتناء يعني ايه وانا عشان كده جيب لك اقتناء اصلا عشان اقولك يعني ايه بص احنا لسه من شوية بنات لسه قالين كمان ان انا عندي حاجة اسمها الترجمة عن طريق الشرح صحي كده اه طب تعالي نفهم الجملة لقد اصبح متاح لكل طالب اقتناء اقتناء يعني يملك صح اه خلاص هاف ايه وقلوا ربنا اه والله يبقى اقتناء معناها هاف ايه ده هي سهلة كده اه لان احنا قلنا من اهم الاساسيات بتاعتنا ان انا بترجم عربي عربي يعني ايه عربي عربي كم اللي انت مش عارفها بالعربي هتلاها معنى تاني بالعربي او اللي انت مش عارفها من عربي الانجليزي هتلاها انت بقى معنى بالعربي متاحة لكل طالب طب انا عندي لقد وجيب عديها فعل ماضي ما عنديش كلمة دل عن الماضي يبقى في الحالة دي تلجملة لازم تترجم وقلنا هنا اقتناء اللي هي حال مستر وانا هنا ليه ما قلتش كمبيوتر كويس ان اخدت بالك مش احنا قلنا من شوية انا بترجم بعلة بالليفل بتاعي يبقى انا هنا لما اجا ترجم كلمة كومبيوتر اللي هي بالانجليزي ما ينفعش اقولها كومبيوتر بالعربي لازم يولاك تترجم حاسب قالي طب بص خلاص طيب الاجابة هتبقى ايه بقى بكل بساطة احنا قلنا هنا هو لقد اصبح يبقى مستر لقيت احنا قلنا هنبدأ بالسبجكت هنا بقى معناها معناها متاح طب مستر لو انا عايز اغير كلمة متاح اخليها ايه؟ تعلن الشحة هو كل حاجة هتتشرح اه اي كلمة هتتزنق فيها الشحة بس ما تشرح ليش الترجمة كلها الفكرة بلاد ان المقصود بالترجمة ازاي انك توصل الرسالة دي الفكرة كلها مش انك تترجم لكل كلمة لقد اصبح متاح يبقى ممكن اقولها اه 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 هي بالزبط لقد اصبح متاح صح مية في المية ومحدش يقدر يقولك ان دي اتغلق يبقى انت بترجم الكلمة اللي عارفها او بتشرح الكلمة اللي انت مش عارف بتاعها او ما يعادلها في الانجليزي معناها كل طالب طب ممكن ابدأها او اقول اتهاس بكم فور ايتش ستيدنس او ايتش ستيدنس كان هاف اه وشي اللي قد اصبح اه برضو ايه ده ينفع او والله ينفع ما هي دي الميزة في الترجمة ان هي فيها فيها مرونة شويتين يبقى قلنا اقتناء اللي هي هاف وطبعا الكمبيوتر الست دي جهاز طب اقولها ما اقول ماشي ما اقولش ولا برضو ماشي او والله الموضوع سهل جدا طيب عندي ايه كمان عندك بقى قاعدة مهمة او بيقولك ايه بيقولك الدمائر المستترة في العربي اللي هي زي نحن والكلام ده يجب اظهرها عند الترجمة الى اللغة الانجليزية تعال ناخد جملة ناخد يا سيدي نفخر اهي نفخر ده دمير المستتر نفخر دي اللي هي نحن صحي كده اه نفخر بان التعليم هو المشروع الاول في مصر ماشي يبقى هنا بقولك يجب اظهرها عند الترجمة يعني النون بتاعت نفخر دي لازم اقول وي طيب يبقى ده السبجكت بتاعي طيب فيه كلمة مش معروفة هنا اعتقد كلمة التعليم معروفة والمشروع طبعا براجكت ومصر خلاص معروفة يبقى لازم هنا اناهمني في الجملة ديت اطلع وي يبقى وي ار براود دي كلها الحتة دي كلها ديت معناها نفخر دات ايديكيشن اللي هو التعليم مستل حدتك ليه هنا قلت ما انا بتكلم على حاجة قومية طب ممكن اشيلا اه مفيش مشكلة يبقى ده فرست براجكت ايجيبت معنديش مشكلة وممكن تقول ده فرست اين الهدف الاول في مصر برضو مفيش مشكلة طول ما انت مدي المعنى يبقى الاجابة بتاعتك ما تقلقش صح مية في المية طيب اهي جات لك ايه لقد اصبح ادي لقد اهي التعليم من اهم دي بقى مهمة قوي الاهدافة التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلي بالك الترجمة اللي انا بديه لك بلون مختلف كده دوت دوت عشان عايزك تركز فيه شويتين طيب خلاص لقد اصبح عرفت اديكيشن اللي هو التعليم من اهم اجابها ازاي من اهم مش من اهم ديت يا ولادة على وزن افعل التفضيل اه يا مستر صح على وزن افعل حلو قوي يبقى انا بشتغل على وزن افعل طب اجيبها ازاي افتكر معايا كده زمان اللي كنت ابتاخده على وزن افعل المقارنة ما بين اكتر من اتنين طيب حلو تسعى يا مستر انا مش عارفها بالانجليزي نترجم بالعربي ايه ده ينفع اه ينفع تسعى دي يعني تريد اه ممكن اقولهم اونس بس كده اه والله ما عنديش مشكلة صح مية في المية طب هي تسعى اصلا معناها طب لو انا مش عارفها ترجم من عربي العربي خد ده ما ابدأ عندك عربي عربي وبعد العربي عربي الدين انجليزي طب الحكومة لتحقيقها انا مش عارف يعني ايه تحقيق لا انت عارفها خبتها بقى السنة اللي فاتت كان عندك تقريبا كان اسمه اللي هو الانجازات او التحقيقات طب لو انا مش عارفها يا مستر عادي اشرحها يبقى تسعى الحكومة لفعلها لتنفيذها طب فعل يعني ايه ده بس اه بس مش عايزك دايما تجري على موضوع الشرح ده انا بسهلك عشان علمك ازاي تفكر اهو ديفولبينج اديكيشن ليه مستر ديفولبينج اديكيشن ما انت لازم تدور معايا على السبجيكت ايه السبجيكت بتاعي لقد اصبح التعليم من اهم الاهداف يبقى تطوير التعليم او اديكيشن على طول ما عنديش مشكلة برضو اصبح خلي بالك دي معناها واحدا من ولازم تحفظها لي اهم الاهداف اهي على وزن افعل مقارنة ما بين اكتر من اتنين مستر انا عايز حاجة بدأ الايمز عين الاتنين خد لك كلمة جديدة كلمة جول عارف الجول اللي بيجيبه محمد صلاح اكتب يا سيدي جول التي لازم برضو تكون موجودة ما ينفعش ما تحفظهاش ينفع اقول وينفع اقول وينفع اقول بس اللي يهمني لازم تحط الاس مع لان الحكومة مفرد براحتك اعمل اللي انت عايزه برضو بأكد لك انك لازم تشتغل على المعنى تعتبر السياحة ثاني اهم مصدر للدخل القومي في مصر بعد البترول مصر الكلام عمال يعلى من عايزك تعلق وتعلق عشان نبقى فوق خلص ان شاء الله تعتبر دي يا سيدي من الكلمات المهمة انا بترجمها او مفروض يعني تترجم يا اما ايز يا اما اقرق بربطو بي عمتل السياحة معروفة ثاني اهم مصدر كلمة مصدر صعبة مصدر لا 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 مش صعبة انا عارف انك شطور واعارف انك شطور وهجي بيها طب ليها حل تاني هتبقى صعبة شوية لو قلتها بس خليها احفظ لي مصدر للدخل القومي طب مصدر يعني ايه دخل انا مش عارف يعني ايه دخل هقول لك يا سيدي يعني ايه يأتي يأتي يعني كم حط قبلها اين كم بقى الدخل بس كده فيش هسنين كده اهو في مصر بعد البترول ايه البترول ده بترول اه معروف طب تيجي نترجم طيب فين بتاعي اهو لازم ادور على الصبري يبقى توريزم ايز كونسيدرد او شيل كونسيدرد خالص يبقى توريزم ايز طب انا ليه هتطلق الكلام ده وبشيلهوه لك بديك الحل المية في المية وبقول لك ايه الحل اللي يمشي كمان معاك يبقى توريزم اللي هي السياحة تعتبر ثاني اهم ها ده ساكند برضو اهم على وزن افعل احفظها بقى المصدر الثاني المهم للدخل القومي واعتقد ما فيش سهولة اكتر من كده طيب يجب علينا ترشيد المياه لتجنب ازمة المياه مع دول حوض النيل اوبا الكلام عماليزين ما تقلقش وتقال يا بطر يجب ديت طبعا لازم تترجم مصد نسيت اقول لك على حاجة مهمة علشان تبدأ تترجم اخطف الجملة كلها قرية والكلمة اللي ما تعرفهاش حط ايدك عليها كأنك ما شوفتهاش هتمشي هتمشي بس مش معنى كده انك تحط لي ايدك على الجملة كلها مش هيمتع طبع طيب يجب علينا ترشيد يعني ايه ترشيد مش عارف طيب هقولها لك نترجم عربي عربي ترشيد يا مستر معناها ان انا اقلل بتيجي مع العدد شوية طب ممكن اقولها ايه اقولك على حاجة سهلة ممكن اقول لك ان الترشيد ديت بس يقلل يمنع طب عايز اقولها ما هنا مش هينفع للاستخدام بتاع المية ولا هنعيش ازاي طب الكلمة اصحها اكتر لكلمة ترشيد راشنالايز راشنالايز هاتيه طبعا للتجنب يعني ايه تجنب يتجنب اه انا عارفها ديت عندي في الكلمات اكسلان افويد طب ازمة مش عارف طب ايه رأيك لو عملنا ازمة دي مشكلة يعني اكيد انت عارف اه صح انا عارفها دول حود النيل انا مش عارف يعني ايه دول حود النيل خلاص طب ما ممكن نقول البلاد اللي على النيل ينفع او ينفع بس انا هحفزك كلمة حود النيل اللي ديت كلمة او تعبير على بعض يبقى احنا هنا قلنا ترشيد راشنالايز او كاتف وكمان قلنا تجنب خلاص هي ازمة قلنا معناها معناها مشكلة طيب يبقى تعال نشوفها ازاي في ترجمتها خلاص احنا عارفنا بقى لازم نعمل ايه طيب الترجمة بتاعتي عارفنا ترشيد قلنا معناها او كات اوف زي ما هي قدامك اللي هي استخدام المية ممكن اقول اللي هي ازمة وممكن تشيلها وتحط مكانها ديت لازم تحفظها لي مع بعض اللي هي معناها دول حود النيل كده الدنيا اتمنى ان هي تكون ماشية بسهولة ان شاء الله طيب فيه تاني بحاجة بسيطة بقى كده لا النافية زائد فعل مضارع بص هترجم ها ليه دازنت وبعدين لان لا يلعب لا تلعب مش عارف ايه الكلام ده كله يبقى لازم تترجمها دازنت ولم لو جي بعدها فعل مضارع لازم تترجمها لم يأتي لم يلعب لم يظهر لم يأكل ولن مع فعل مضارع في الحالة ديت هستخدمها وانتو مصدر لن يلعب لن يأكل هو ايه كله لن يلعب لن يأكل الفكرة احنا بنتعلم اساس اهو لا يذهب للفراش بص لا جي بعديها فعل مضارع يبقى هي دازنت جو ولازم تركز ان التلاتة دول برضو بيجي بعديهم الفعل في المصدر لم يذهب للفراش ادي لم وجي بعديها فعل مضارع يبقى هي ديدن جو طب اللي بعديها لن يذهب لن فعل مضارع يبقى ونت وجو الحاجات البسيطة دي مهمة جدا نركز فيها من بقى لو جي وراها صفة في الحالة ديت هؤلاء بترجمها وبعديها الصفة وبعديها ازاي اهو من الضروري يبقى من المهم وهكزا خلاص يبقى لازم اخلي بالي من الكلام ده قوي واحد من لسه ايليلها من شوية اللي هي واحدة من احفظ الكلمة دي طبعا انا عارف انك عارفها واحد من المشاكل ايا كانت بقى ايه المشاكل هاد بقى زي ما احنا قلنا من شوية على اقتناء ممكن تيجي بمعنى كزا معنى قوي يملك يتحلى ايه يتحلى دي يعني مسلا يتحلى بالصبر يبقى يحظى يعني يملك ينعم لدى يقتني يتناول كل ده يبقى معنى كده انك لازم برضو تترجم عربي عربي او عمي يملك مزرعة يقتني مزرعة كل ما تعلم بالعربي كل ما يبقى احسن لديه برد هنا بقى مش هقوله ينعم بالبرد يعني طبعا طيب يعتبر او قلناها هتبقى ايز او تحديدا بدول اهم العشر خطوات الاساسيين النهاردة هنبدأ طبعا نشتغل في جمل تراجب مع بعض اكتر واكتر طب ما تيجي نحل كمان نحل تعتبر قناة السويس اعظم معلش ديت ايه اعظم ممر مائي بين الشرقي والغرب ولقد اصبحت مصدرا هاما للدخل القومي بص انا مدخل لك الدنيا كلها في بعضها مستر هي الترجمة صعبة كده ريجي لا اتقل هنمشي على القاعدة بتاعتنا تعتبر قناة السويس هبدأ بالفاعل مين الفاعل بتاعي قناة السويس طيب اعظم اعظم على وزن على وزن افعل حلو اوي ممر مائي صعب دي ممر مائي دي كلمة على بعضها هنعرفها حالا وتروي بين الشرق والغرب انت عارف الشرق وعارف الغرب ولقد اصبحت خلاص عندي لقد وبعدين اصبح احنا لسه حفظنا من شوية مصدرا للسائلين يعني ايه مصدر هاما عادي يعني ايه المشكلة يعني للدخل القومي برضو سهل مش عايزك اول ما تاخده الجملة تحس ان الدنيا تصعبك تجي نحل تعال نبدأ بالفاعل اعظم على وزن افعل يبقى مقارنة ما بين اكتر من اتنين اهي ممر مائي بين هتنزل زي ما هي الشرق والغرب طب انا هنا فصلت خلاص افصل ابدأ جملة جديدة بزمن تاني اصبحت قلنا مصدرا هاما خلي بالك اكتب القاعدة دي ات مهمة اولا في الانجليز يا اولاد انا بجيب الاول وبعدين النون يبقى الصفة وبعدين الاسم دايما كنت زمان بتبقى عارف انا بترجم من يمين للشمال ايوة ليه بترجم من يمين للشمال عشان بيبقى عندي صفة وبعدها اسم بالحالة دي احنا لازم بنعكس يبقى اللي هو الدخل القومي ده اهم الاساسيات اللي معاني طيب ما تجي نترجم بقى مع بعض شوية نعلي الليبل شوية علي يا مصر سمحني لو مطول عليك بس الحلقة مهمة لك جدا لقد نجحت مصر في جمع شمل القادة العرب وسيكون لهذا اثر طيب على عملية السلام مصر مش لاعب انا مش عارف اترجم اتقل بص يا بنات وبص يا ولاد طبعا لقد نجحت لقد فعل ماضي خلاص الفاعل بتاعك حدد الفاعل مصر ماشي جمع شمل يعني ايه جمع شمل ما تيجي نترجمها عربي عربي جمع الشمل مسلا يتقابلوا يتجمعوا يعملوا ميتنج يعني يوم ما تتزنق اعملها حاجة زي كده خلاص القادة العرب يعني ايه القادة العرب قائد معروف ليدر حلوة وسيكون لهذا اثر طيب طب ما الجملة دي انا ممكن اقول وسيؤثر على طول بس كده ممكن عملية السلام كلمة مهمة جدا لازم تحفظها بص بقى الترجمت ازاي ايجبت الفاعل بتاعك هو هالساكسيدد نجحت او ممكن تقول مانجد تو تمكنت اقول لك على حاجة قولي يا مستر ممكن تقول لي كد او والله استطاعت ما عنديش مشكلة برنس صح برنسا صح يبقى ايجبت هالساكسيدد اين خلي بالك بقى ساكسيد لازم يجي بعدها اين وبعدها اين جي بص جمع شمل اللي بقت ازاي جمع شمل يبقى احفظ لي هنا على فكرة دي على بعضها لازم تحفظه سيؤثر واحفظ لي طبعا عملية السلام خلاص طب تعالي ناخو كمان اخر جملة فيها لعبة بسيطة كده وفيها كلام ايه حلوة يستطيع كل منا ان يساهم في تقدم ورفع البلادنا لنفتخر به دائما صعب لا مش صعب هنترجم عربي عربي يعني ايه استطيع خلاص كان كل منا مهمة او كل منا ديت كل يعني كل ده صح او والله كل ده صح يساهم يساهم الكلمة الاساسية بتاعت يساهم خلاص طيب نجيب لها بديل نجيب لها بديل يساهم ممكن اقول يساعد اه ممكن اقول يساعد يعني انا ممكن لما تزنق خالص اقول حال بس انا باكد عليك يعني خلي ده اخر اختيار عندك انك تجيب اقل حاجة طبعا يهمني انك ما تسيبش هتجيب اقل اختيار معانا ان يساهم في تقدم كلمة لازم تتحفظ ورفع البلادنا لنفتخر يعني فخر طبعا بلاود دائما دوت طبعا معروفة اللي هي طيب بتاعك من دي كلها على بعضها يا شباب معناها كل منا بص اه اه بص انا عنا تارك ازاي يشارك اللي هي يساهم ما عنديش مشكلة اللي هو التقدم رفعة دي يعني امتياز انك تعلي او انك معنديش مشكلة برضو لو انت قلت معناها يطور تمشي لبلدنا علشان دايما نكون فخرين بها يبقى الاساسيات بتاعتنا احنا قلناها خلاص اهم حاجة في الاساسيات اعرف الجملة بتاعتك بتبدأ بايه اعرف ايه عندك لقد حفزتها ترجم من عربي العربي وما تنساش عندك اي سؤال اكتب لي في عيني ليك طبعا هرد عليك في ساعتها عندك اي كزا جملة مش عارف تترجمها اما تكتب تحت الفيديو اما تبعتلي عن طبعا هتلاقي رقم الواتس موجود على القناة وهتلاقي كمان على جروب الفيس وكمان هتلاقي على صفحة الفيس طبعا اسمها صفحة الفيس قناة خليك الاول بيزا فرست ولو انت حسن انت استفدت ولو سيكا سلام عليكم موسيقى